ثلاثة بطولات لكأسها الكاف والملودية بقيادة عدرحمن حشود العائد للتشكيلة الاساسية في دور عبطال افريقيا الذي اخذ مكان علاطي في المباراة السابقة الملودية بطموح كبير بخطوة ستكون عملاقة في هذه المنافسة في انتظار المجموعات بحول الله ومعرفة المجموعة التي ستتنافس فيها ملودية الجزائر الجمعة القادم بحول الله عملية سحب القرعة بالعاصمة المصرية القاهرة بمقر الكاف بالقاهرة اذن والمجموعات التي ستسفر عنها طبعا هذه المنافسة تشكلتا الفريقين فوق ارضية الميدان والمنصة الشرفية لبعض الوجوه وبعض الحضور من الجانبين ومن الطرفين كما ذكرت آنفا مشوار مثالي بالنسبة لملودية الجزائر ومشوار كذلك مثالي بالنسبة لفريق نادي اسفاقسي التونسي في البطولة المحلية والهزيمة امام الملودية كانت الخسارة والتأثر الوحيد لنادي اسفاقسي التونسي في دور الابطال وفي الموسم ككل اسفاقسي احتل المركز الثاني في البطولة التونسية بعشر نقاط بفريق ثلاث نقاط عن الترجي متصدر الترتيب وبمبارثين نقصتين للنادي اسفاقسي التونسي هو الافضل دفاعا وهجوما في البطولة التونسية لكن الملودية لا تعترف بهذه الارقام ولا تريد ان تلتفت لهذه المعطيات التي من خارج الميدان وهذا هو زكريا منصوريا اللاعب السابق لمولودية وهران ولأتليتيك باردو المنتقل مع زميله صبر الشريطية في الثامن والعشرين نوفمبر الماضي الى صفوف فنادي اسفاقسي التونسي ملعب الطيب المهيري اذا يعد بمباراة ساخنة مباراة ممتعة مباراة مثيرة بين الفريقين الذين يعرفان بعضهما بشكل جيد وبكاري قسم هذا الحكم الذي كثيرا ما ادار مباريات للاندية الجزائرية العلم الجزائري الذي ستشرفه اليوم بحول الله ملودية الجزائر وهو كذلك او الوان الملودية التي تحمل الوان العلم الوطني ستحاول ان تكون في مستوى الالوان الوطنية قلت المدال الحكم بكاري قسم الذي كثيرا ما اثر الجدل في المباريات التي ادارها سواء للاندية الجزائرية او في دور الابطال وهو الذي ادار ستة نهائيات كاملة في رابط التبطال افريقيا لكرة القدم والنهاء الشهير بين الوداد البيضاوي المغرب والترجل الرياضي التونسي الذي اعيد والذي اثار الكثير من الجدل بين المغاربة والتونسيين وبين ادارتين الناديين كانت هناك معارك قانونية على مستوى الهيئة الكروية بكري قسم لان يتأخر في اعطاء اشارة انطلاقة هذه المباراة التي كما ذكرت ستحمل الكثير من الاهمية للطرفين المولودية تستدرك هذه الكرة وتسترجحها مباشرة طويلة من هناك ناحية بن ساحة او ناحية بالخير ولكن الكرة مقطوعة والخطأ على عبد النور بالخير اللاعب الخطير على الجهة اليمنى لنادي مولودية الجزائر هنا الاعادة وهنا الخطأ والتدخل العنيف من المدافع ليسر صبر الشريطية مدافع سابق لنادي اتليتيك بارادو الجزائري بورديم في تنفيذ هذه المخالفة مباشرة ملعوبة بالكرة طويلة الحارس الحارس ايمان دحمان يلتقط هذه الكرة بعد كرة بين حشود وبورديم التوزيع الى احضان الحارس التونسي ايمان دحمان الذي لا يزال يحافظ على شباكه الان لحد الان ويمثل افضل دفاع في البطولة التونسية لكن ذلك لن يكون في حسبان سامي فريوي هداف مولودية الجزائر واحد هدافي دوري ابطال افريقيا باربعة اهداف كاملة او بثلاثة اهداف اقول يبقى فرس شواط من جانب النادي اسفاقسي التونسي هو هدف البطولة هنا الكرة خطيرة بالعوبة ولكن تدخل الدفاع بطريقة ممتازة ومثالية من ابراهيم بالقاسم على الصورة المدافع على ايسر لنادي مولودية الجزائر هنا محمد بن علي يلعبها مباشرة مع وليد القروي تبقى الخطورة لسلحة التونسيين محمد سورة تقطع الكرة ولكن كرة كينغسلي اذو مباشرة الى الدفاع وسقوط ثلاثة لاعبين جملة واحدة من المولودية والخطأ ارتكب في اللقطة السابقة على بن ساحة بلال العائد الى المساندة الدفاعية في اللقطة السابقة ساحة نثمن له السلامة احد هدف فريق مولودية الجزائر الروح الرياضية حاضرة في هذه البداية ونتمنى ان تبقى كذلك الى غاية نهاية المقابلة هنا الاعادة وهنا التدخل الاخير والسقوط الذي لم يكن يشكل خطرا على مهاجمنا الايصر بلال بن ساحة كرة ملعوبة طويلة من ابراهيمي تقطع من دفاع اسفاقس التونسي تدخل دفاع ملودية الجزائر عن طريق الشاب سعدو بيل سعدو في الكرة السابقة يخرج هذه الكرة ملعوبة هذه الكرة تلعب لكينكسلي ولكن التغطية الدفاعية والكرة يقول الحكم كسم الى خمسة همتر وخمسين وركلة مربع لصالح فريق مولودية الجزائر صالح ممثلنا في المنافسة المنافسة القرية في هذه الأثناء يتوجه فريق شباب الوزداد الى دور المجموعات في انتظار التحاق ملودية الجزائر بحول الله بعد نهاية الدقائق التسعين لهذه المقابلة رغم صعوبتها الحذر يبقى مطلوبا لان الفريق التونسي بطبيعة الحال سنضغط بكل ما لديه من اجل افتتاح بالتهديف وفك شفرة دفاع الملودية في هذه المباراة الدفاع بحول الله سيكون مستميد سيكون قوي ملعوب الكرة طويلة ولكن من دون عنوان تمشي مباشرة الى الجهة اليمنى فرس شواط يبحث عن هذه الكرة او محمد سورة تبادل بينه وبينه زكريا منصوري تلعب الكرة طويلة وخطيرة هذه الكرة لحسن حظ الحارس لحسن حظ الحارس احمد بطاقة الكرة جانبت مرماه بقليل ببضع سنتيمترات زكريا منصوري زكريا منصوري في اول كرة استلمها التسديد لحسن الحظ لم تكن بالدقة اللازمة والدقة المطلوبة هذا هو منصوري اللعب السابق لمرديت واران لاعب اتليتيك بارادو لاعب الاكاديمية الذي سعد مع اتليتيك بارادو الى الرابط المحترفة الثانية قبل ثلاث سنوات من الان صبري شريطية في صراع على هذه الكرة تونسية ولكن الى التماس بالخطأ من صبري شريطية على الصورة ودفاع المنتخب التونسي وزكريا منصوري على الصورة الذي اقحم اليوم اساسيا بعدما غاب عن المباراة السابقة بملعبي خمسة جوليا الولمبي عبد الرحمن حشود قائد الملودية في تنفيذ هذه التماس حصار على لاعبية الملودية وحلول غائبة ثم استرجع للكرة تلعب في الجهة في عمق الميدان ولكن الدفاع عن طريق زموري ترجع الكرة في وسط الميدان اخذ ورب وقراءة كل فريق وكل طرف وكل مدرب للطرف الآخر ستكون مهمة في هذه البداية خمسة دقائق ودخلنا الدقيقة السادسة ومرحلة جس النبض وقراءة نية الطرف الآخر تظل قائمة لحد الآن وطبعا النواية ستكون واضحة الملودية للحفاظ على النتيجة وتعزيزها بأهداف أخرى من خلال ربما الهجمات المرتدة وإن كانت الملودية دخلت اليوم تقريبا بنسق تاكتيكي مشابه ذلك الذي دخلت به في المباراة السابقة هنا دفاع الملودية يتدخل والخطأ يقول باكاري قسامة لصالح دفاع ملودية الجزائر والمدافع سعد نبيل دفاع شبيبة القبائل السابق بنغيز منذ البداية يبحثوا عن التحكم وعن ضبط الأمور وفرض الانضباط مع بداية هذه المقابلة أحمد بوطاقة في المقابل من ذلك نشاهد نسبو جلبان اللاعب السابق لأنوديس فاكس المدرب الحالي الذي يحقق نتائج طيبة جدا مع هذا الفريق في بداية هذا الموسم تلعب هذه الكرة تبقى للملودية محاولة المرور عن طريق سابيث ريوي العودة إلى الخلف ولكن الدفاع يتدخل الدفاع يتدخل وتمشي الكرة لكينكسلي مع محمد سولى في الجهة اليمنى تلعب هذه الكرة والدفاع يتدخل الدفاع مثل ما جاءت مرواني مثل ما جاءت هذه الحرق على الصورة تلعب الكرة لمحمد سولى المتابعة الجميلة والدقيقة من إبراهيمي حرق دائما حرق في المتابعة لعب الاسترجاع والارتكاز بالإضافة إلى توفيق هددي سكرية منصوري خلف الكرة الثابتة سحب اليسارية الدقيقة سامي فريوي كذلك في منصب مدافع الآن كل اللاعبية المنودية في منصب في وضعية مدافع الكرة لحسن الحظ قطعها مرواني ثم رحت مباشرة للدفاع أصفاق ستونسي ونور الزمان زموري تلعب من هناك عن طريق كواكو كريس توصل الكرة كواكو يحاول الانطلاق والمرور ولكن الرقابة عن طريق حشود عبد الرحمن وتعود إلى الخلف من جديد ثم شريطية سبري يوزع الكرة مباشرة إلى أحضان أحمد بطاقة الذي يؤدي مباريات في القمة مع فريق منودية الجزائر تمنى أن يواصل بهذا النسق أول كرة بين أحضان بطاقة أحمد الذي سيدخل بها في المباراة ويكون يعني في مستوى التطلعات ذلك ما نتمنى في هذه المباراة مباشرة إلى التباس المنودية القادمة من فوز في البطولة المحلية على الشباب قسنطينة بهدف إبراهيمي قبلها فوز على النادي في مباراة الذهاب بثنائية سامي فريوي حشود عبد الرحمن في تنفيذ التماس لصالح نادي ملودية الجزائر يلعبها مع بالخير ولكن الحصار من كوكو تبقى الصراع الثنائي والحكم يقول أن هناك خطأ لصالحي أو التماس طبعا لصالحي صبر الشريطية والنادي السفاقسي التونسي كوكوكريس في تنفيذ التماس يلعبها طويلة بشرة في الأخذ والرد الحذر من فرس شواط هذا المهاجم الخطير المهاجم الهدئف الفتاك بدفاعات الخصوم طبعا في البطولة التونسية وهو كذلك نسجل ستة أهداف في دور الأبطال كذلك الحذر يبقى مطلوب ولحسن الحظ يوجد لاعب اسمه عبد الرحمن حشود في الرواق ليمن لدفاع ملودية الجزائر رجح مباشرة البحث عن سامي ثريوي ولكن الدفاع مستميت لحد الآن تسجيل هدف في هذه اللحظات وفي البدايات من جانب طرف ملودية الجزائر سيكون مهما جدا وسيعطي أريحية لفريق الملودية حتى تسير الدقائق القادمة بأريحية أكثر وبأفضلية ترعب الكرة مباشرة إلى الحارس عيمان دحمان كانت على شكل توزيع من عداد ولكن الحارس مباشرة هنا انطلق هنا انطلق من زكريا منصوري والدفاع يتدخل حرق يستعيد الكرة ينقلها مباشرة لبرديم البحث عن الرفيق ولكن سرعان ما يستعيدها وليد قروي وصلة كرة طويلة عليه مباشرة إلى التماس لصالح الملودية وأشبال المدرب نبيل نغيز الذي أثبت جدارته بقيادة دكة بودلاء الملودية في هذه البداية من البطولة كرة تونسية من هناك زمور أو زموري ثم في الرواقل أيمن شريطية صبري توصل الكرة تعود من جديد في الصراع الثنائي عبد الرحمن حشود والروح الرياضية مطلوبة هنا الحذر يا عبد الرحمن حشود لا يجب مسايرة هذه الاستفزازات من كينكسلي إيدو المهاجم النعيجيري في هذه اللقطة الحكم قريب من اللقطة والحديث مع اللاعب لا يجد نفعا يجب تسجيل النقاط كذلك في الروح الرياضية والتحكم في الأعصاب أنت يا حشود تملك من الخبرة ومن التجربة ما يساعدك على تسهيل مثل هذه الحالات بوطاقة أحمد في انتظار تنفيذ هذه المخالفة التي ستكون بأرجل جزائرية من زكريا منصوري المنتقل كما ذكرت شهر نوفمبر الفارت للنادي سفاتسي تلعب هذه المخالفة مباشرة لحسن الحظ مرت مرت بسلام على دفاع المرودية والمتابعة من إبراهيمي الكرة في التماس والخطأ يرتكب عليه الخطأ يرتكب عليه من وليد قروي متوسط ميدان نادي النادي أسفاقسي تونسي مشاهدني هذا متابعة يعني تدخل كان فيه نوع من الخشونة من وليد القروي في اللقطة السابقة ونتمنى السلامة لمدفعنا بالقاسم براهيمي ابن مدينة بوسعدة اللعب السابق لنصر حسين داي كل السلامة نتمنىها لك يا بالقاسم يا إبراهيمي طبعا مدرجة شاغرة هنا بملعب الطيب لمهيري وحاولة المحاكات لهزيج الأنصار الأنصار الملودية الذين أجزموا بأن المباراة لو كانت يعني تلعب في ظروف عادية لتنقلوا بالألاف إلى ملعب الطيب لمهيري بالجنوب الشرقي لتونس بداية تقريبا هادئة لم نشاهد يعني كرات خطيرة من الجانبين والحارسان بوطاقة وكذلك أيما الدحمان لم يختبر ولم يعني يتلقيا كرة خطيرة لحد الآن بعد مرور 12 دقيقة نلعب أو نقترب من نهاية الدقيقة الثالثة عشر من زمن هذه المباراة محمد سول انطلق من هناك في الجهة اليمنى ولكن الدفاع بامتياز وبروعة عن طريق شمس الدين حراغ الذي يتحرك كثيرا ويقطع الكريد الكثير من الكرات في متوسط الميدان تلعب لكواكو ثم زكريا منصوري وتعود إلى الخلف علي غرام ونور زمان زموري في محور الدفاع النادي سفاقسي التونسي تعود لعلي غرام من جديد في الوسط وليد قروي محمد سول ما توصلش الكرة أو أقول كواكو على الصورة كريس الذي دخل اليوم أساسيا ومن بين العناصر التي أقحمها المدرب أنيس بوجلبان والتغييرات التي أجراها والحمد لله إبراهيمي بالقاسم ينهض سالما معافا وسيواصل هذه المباراة في الرواق الأيسر لمولودية الجزائر إخراج الكرة مثل ما جاءت من سعدو بطريقة ممتازة تبشي مباشرة إلى دفاع النادي سفاقسي التونسي وإيمد دحمان حارس المرمى كما قلت بداية حذرة المولودية تبحث عن المباغة بهدف قد يكون قاتلاً خاصةً إذا ما جاء في الدقائق القادمة سيحاول بعدها الجري خلف ثلاثة هداف كاملة لتأهل بالنظر لأفضلية تسجيل خارج الديار وهو ما لم يقم به التونسيون بالجزائر بملعب خمسة جوليا في مباراة الذهاب ويطلب التغيير إبراهيمي بالقاسم يطلب التغيير الآن نبيل العمار الأكيد أنه سيأخذ المكان بامتياز وباستحقاق مكان هذا المحارب بالقاسم رهيمي الذي تعرض لإصابة مجانية تقريباً من وليد القروي في الدقائق الأولى لهذه المباراة طبعاً المولودية يغيب عنها المايسترو عبد المومن جابو بالإضافة إلى الجناح مهدي بن علجير أسباب انضباطية جابو للإصابة طبعاً نبيل نغيز يقوم بتغيير اضطراري الآن هو الأول له في هذه المقابلة ودخول العمارة نبيل مكان بلقاسم رهيمي في هذه البداية لا يقل قيمة وأهمية عن بلقاسم رهيمي نبيل العمارة الذي أبان عن مستويات كبيرة مع مولودية الجزائر تونسي الكرة تهدئ للعب ونبيل العمارة وحفز دخل في هذه المقابلة تلعب الكرة في الجهة اليمنى لإدفاع المولودية سعدو يخرج للكرة فك الحسار الذي يريد أن يفرضه النديس فاقس التونسي لكن هيهات أمام فريق منظم كملودية الجزائر كرة في الجهة اليمنى فرس شواط أو يطلب الكرة الآن توصله في رس شواط استقبال ماذا سيفعل بهذه الكرة هنا يعود إلى الخلف التوزيع من صبر الشريطية كريس أو كينغسلي لا يتحكم في الكرة وتمشي مباشرة للمولودية شهد سرعة تسترجع الكرة من جانب عناصر الندي أصفاتسي في هذه المباراة وهو ما يفسر الضغط الكبير على حمل الكرة خاصة هذا الهدف سامي فريوي هدف مولودية الجزائر في الدوري وفي ربطة الأبطال كذلك سجل ستة أهداف لحد الآن في المنافستين ومن بينها ثنائية مباراة الذهاب بملعب خمسة جوليا كوكو كريس يبحث ويفتش عن الرفيق المتحرر انتشار لحد الآن في المستوى من جانب عناصر مولودية الجزائر وتمركز وغلق للمنافذ مع حذر كبير يطبع تشكيلة نبيل نغيس في هذه البداية حتى لا تتلقى هدفا يكون فاتحا للشهية ومن المصدر طبعا الإشارة من مصدر وصول الصورة من العاصمة التونسية طبعا مشاهدين ننقل لكم هذه المباراة تعليقا من خطورة هنا وبوطاقة على مرتين بعد التغطية والمتابعة من كينغسلي وهذا المهاجم النيجيري والتدخل كان على أحمد بوطاقة مشاهد الإعادة هنا التغطية هنا العودة من مرواري إلى بوطاقة والمتابعة كانت فيها نوع من الخشونة من كينغسلي وينهض بسلامة الحارس أحمد بوطاقة بسلامة مباشرة فتش عن فريوي وعن بورديم ترجع الكرة استرجحها عدادي ينقلها لي بالخير ما تصلوش انطلاق من صفر الشريطية يوصل إلى فيرس شواط يعود بدوره إلى وليد القروي منقولة في الوسط كواكو من جديد بورديم يسترجع الكرة بطريقة ممتازة من دون خطأ البحث عن الرفيق المتحرر تصل إلى حرق يطلبها حشود حذري حشود حذري حشود حذري حذري كرة من هناك ملعوبة وتدخل الدفاع تبقى الخطورة الدفاع على مرتين بامتياز يخرج نبيل سعد بامتياز نبيل سعد يستهدرك الخطأ ويخرج الكرة الأخطر لحد الآن في ثلاث مرات لاعبي أو لاعبوا فريق الناجس فاكسي حاولوا أن يباغتوا الحارس بوطاقة والبطاقة الصفراء الأولى على أحد لاعبين ناجس فاكسي زكريا منصوري رقم 14 تدخلات العنيفة هنا نشاهد الإعادة المرة الأولى ثم التزديد الثانية والثالثة هي الأخطر ولحسن الحظ سعد نبيل بامتياز يخرج الكرة بكل شجاعة بالرأس في كرة مثل هذه حقيقة شجاعة كبيرة من المدافع نبيل سعده في اللقطة السابقة حرق شمس الدين ينفذ الكرة يطلب بالخير من هناك توصله بالخير بحث عن التوزيع ماذا يضيع أخطر لقطة من جانب مولودية الجزائر سامي فريوي كاد أن يضع الكرة في الشباك والحكم قسم ماذا يقول في هذه هنا نشاهد الإعادة يا سلام التوزيع بشكل ممتاز تصل إلى سامي فريوي لكن أو بورديم على ما أعتقد في اللقطة السابقة لم يتمكن من وضع الكرة في الشباك لم تصله طبعا في ظروف مثالية حاول أن يلحق بها ولكن ربما كانت نوعا ما أسرع منه هذه الكرة السابقة وكان بالإمكان أفضل من مكان كما يقال شاهد الرقابة اللسيقة والالتساق بسامي فريوي من قبل دفاع علي غرام من جانب دفاع النادي التونسي رجحها كما جاءت رحمن حشود وتعود مباشرة إلى أيمن دحمان والملودية بدأت تضغط نوعا ما أقول بدأت ضغط نوعا ما من جانب الملودية الباحث عن المباغة لو تسجل الملودية هدفا هدفا يعني هو الثالث في مجموعة المباراتين ستكون المهمة صعبة وصعبة جدا وستتحكم الملودية في زمام الأمور وتسيّل المبارات مثل ما تشاء هنا استرجاع الجميل والرايع ترجع الكرة من بن ساحة دائما العائد إلى الخلف بورديم يضر بهذه الكرة يبحث عن الرفيق المتحر ثم من جديد بن ساحة توصل الكرة في شكل مثالي ينقلها من هناك طويلة وممتازة لعبد الرحمن حشود ماذا سيفعل بالكرة التوزيع يا سامي يا فريوي ممتازة من سامي فريوي والحارس أيمن دحمان في المكان المناسب التوزيع المثالي والرأسي الأجمل في الكرة السابقة هنا راقب ثم وزع والرأسي الرائع الحارس لحسن حظه متمركز في المكان المناسب والكرة تصله مباشرة إلى الأحضان كرة خطيرة انذار ثاني لعنصر الملودية هل ستكون الثالثة ثابتة هل سيكون الانذار الثالث بحول الله طبعا لن يكون انذارا سيكون هدفا بحول الله هنا زكريا منصر الخطير ينقل هذه الكرة مباشرة إلى بطاقة بشكل ممتاز يصل إلى هذه الكرة ويستحوذ عليها كانت اللقطة الأخطر لصالح الملودية الجهة اليمنى للملودية كل الكرة تأتي منها في انتظر كرة من جات بن ساحة طبعا هو الذي نقل الكرة إلى عبد الرحمن حشود صاحب التوزيع على خيرة يسترجع جميل ولكن الحكم كان قريب من اللقطة له قرر آخر بكاري جاساما كوكو كريس يهدئ اللاعب وينقل هالش ريطية صبري أو إلى زموري وهنا الكرة عن طريق كوكو دائما ملعوبة بالعاقب بشكل جميل محمد بن علي يجب الرقابة يجب المتابعة هنا جميلة من العمارة أو من طبعا بيلال بن ساحة الذي يوجد في ورعية مدافع اليوم طبعا هي تعليمات المدرب نبي النغيز وهو ما يجب أن يكون في مباراة يبحث فيها فريق مولودية في الجزائر عن المباغة وعن الإغلاق وإحكام الغلق للمنافذ كيكسلي يبحث عن المرور عن المراوغة الدفاع هنا فطن الخطورة تبقى قائمة ممتازة ممتاز سعدو نبيل في اللقطة السابقة تبقى الخطورة كورم العباد دفاع مرة أخرى استماتة لحد الآن تمركز جيد ولكن لا يجب ترك المنافذ للتزديد ويجب إغلاق كل المنافذ المؤدية إلى مرمى الحارس بوتاقة أحمد وحتى إلى منطقة الثمنتاش شريطية يلعبها ما توصلش إلى فرس شواط ثم الانطلاق لصالح المولودية عن طريق بالخير سأتفاهم لحسن الحظ موجود هناك بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اشتركوا في القناة